ترأس السمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي وعهد أم القوينة رئيس المجلس التنفيذي اليوم اجتماع المجلس بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى نائب رئيس المجلس التنفيذي ورؤساء المدوائري والمدراء العمومة الأعضاء في المجلس واتخذ المجلس التنفيذي لإمارة أم القوينة جملة من القرارات التي شميشانها أن تحقق رؤية الإمارة كما تنوى الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس وناقشة العديد من الموضوعات الحكومية الهامة ودراسة الخطط والمشروعات المستقبلية وذلك في إطار اهتمام الحكومة لتطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات واعتمر السمو لعهد أم القوين تخصيص أرض لهيئة مدينة أم القوين الصناعية في منطقة فلج المعلى كما اعتمر السمو خلال الاجتماع الهياكل التنظيمية لدائرة التخطيط والمساحة ودائرة الإشغال والخدمات العامة